عبر عدد من المغردين السعوديين عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تويتر من خلال الرد على الحسابات التي كانت تطالب بالإفراج عن منفذ عملية تفجير مسجد الطوارئ في أبا يوسف السليمان وكذلك الحسابات التي احتفلت بخروجه من السجن بعد إيقافه سابقا لمدة 45 يوما وطالب المغردون وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر بمحاسبة المطالبين بالإفراج عنه والمحتفين به ينضم إلينا من الرياضة الكاتب الصحفي عبد الرحمن الطريري أستاذ عبد الرحمن مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة هل بقي اليوم من يتعاطف مع سليمان أعتقد أنه الجميل في الموضوع هو هذا الغضب الشعبي الذي يمثل درجة من درجات الوعي إدراك لأنه التأييد الإرهابيين أصبح خطر أمني في حد ذاته وهو ليس في مجرد اختلاف الرأي ولكن مجرد تأييدك لإرهاب معناته أن أنت على بعد خطوات بالانتقال إلى الإرهاب وتحول إلى قنبلة مثل يوسف سليمان وهو ما شاهدناه أيضا في مظاهرات سابقة سواء التي دعت الإفراج عن هادي الشيباني أو حتى تنظيم القاعدة عندما كان مختطفا القنصل السعودي في اليمن كان أيضا طالب بخروج أشخاص من السجون السعودية اكتشفنا أيضا أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة أو داعش من يرفع مثل هذه الشعارات للمطالبة بالإفراج اليوم كيف يجب أن يتم التعامل معه في هذا الوقت؟ أنا أعتقد أن من يرفع شعارات لإخراج مجرم من السجن هو مشارك معنويا في هذا الوضع ويمثل خطر أمني هذه الرسالة التي يمارسها عبر طلبه لإخراج مجرمين أثبتنا أنهم قنابل تذهب إلى قتل السعوديين في المساجد هو يشارك في المسؤولية الأمنية بل وذمة هؤلاء الجنود أو المواطنين الذين قتلوا هم في ذمة ويتحمل مسؤوليتهم هناك دعاء معروفون كانوا يرفعون هذه الشعارات ويطالبون بالإفراج بل وطالبوا بذلك واحتفوا بخروج سليمان في فترة من الفترات هل تتوقع بأنه سيكون لهذه المطالبات الشعبية أي صدد عند وزارة الداخلية في التعامل معه؟ أنا أعتقد أنه كان في مراعاة لبعض الدعاة الذين يوجهون دائما خطاب للجمهور أو للمريدين هو هذا الخطاب الذي يسعون من خلاله إلى التحدث عن إطلاق صراح تحت شعار فكه العاني وهم إرهابيين ومجرمين وخطاب آخر ربما في بعض التسامح للجمهور من خارج المريدين أعتقد أنه رغم إلام الأحداث المتكررة سواء في القديح أو باقي الأحداث المتقى الشرقية أو الحدث الأخير في أبها إلا أنها أسقطت القناع الأخير عن هؤلاء الدعاء أن مطالباتهم التي أرادوا من خلالها أن يظهروا بأنهم حقوقيين ويتبعون حديث الرسول عن فكه العاني إنما هم يدافعون عن الإجرام فسقط القناع الأخير من على وجههم البرامج هناك أيضا من يطرح سؤالا مهما حول مدى جدوى برامج المناصحة الآن في التعامل معهم ومسألة التسامح كقطوة أيضا تتخذها الدولة تجاههم كيف يمكن نظري إلى ذلك أيضا عبد الرحمن أعتقد أنه برامج المناصحة في البداية كان لها نتائج جدا إيجابية لكن أعتقد المرحلة الأخيرة وبعدها ربما خروج بعض الأعضاء الذين كانوا أصلا موجودين في برنامج المناصحة ببعض الأفكار المتطرفة جدا أعتقد أنه البرنامج يحتاج إلى عادة دراسة من يقوم بالمناصحة ربما يجب أن يكونوا متعددين التخصصات يجب أن يكون هناك علماء نفس يجب أن يكون هناك متخصصين في الجريمة مع ضرورة وجود رجال دين ليوضحوا أن هذا الفكر الفاسد لا ينتمي إلى صحيح الإسلام المتسامح هل لديك فكرة عن كيف يتم التصرف معهم بعد خروجهم هناك من يسأل لماذا لا يتم مراقبة موضعهم تحت المراقبة والمتابعة حتى بعد خروجهم للتأكد من طريقة تفكيرهم بعد خروجهم من هذا البرنامج وغيرهم ليس لدي معلومة عن مدى دقة المراقبة التي تتم لكن هناك جهد يبذل في إعادة تأهيلهم في إعادة دمجهم في المجتمع البعض منهم أعطيها فرص ربما تجارية ليعود ويندمج ولكن ربما لا تستطيع الحكم بسهولة على من يدعي أنه تاب عن هذا الفكر الضال الفاسد وهو يضمر شيئا يسعى بمجرد خروجه إلى الهروب ربما إلى بؤر الصراع في سوريا أو في العراق ويعادة التفجير مرة أخرى ففي النهاية الحكم على النواية يظل صعب أحيانا وربما الرقابة في بلد متسع الأطراف مثل السعودية قد تكون صعبة إلى حد ما أعتقد كان مطروح أنه يكون هناك أساوي رقبية التي تستخدم في الأدوات والتحدة أو مناطق أخرى لكن أعتقد أنها لم تأخذ حيز التنفيذ درحمن الطريري الكاتب الصحفي ضيفي من الرياض شكرا جزيلا لك